للسنة الخامسة على التوالي احتضنت مدينة كربلا فعاليات مهرجان النهج السينمائي الدولي في دورته الخامسة أكثر من 2900 فيلم قصير من 120 دولة عربية وأجنبية تقدمت إلى مهرجان النهج السينمائي الدولي بدورته الخامسة وبعد وصولها إلى لجنة الفحص والتقييم تم اختيار 56 فيلم للمشاركة في المهرجان الذي تسعى إدارته للارتقاء بالفن السابع فضلا عن إظهار الوجه الثقافي والفني لمدينة كربلا وصل 1950 فيلم هذا مدعاة للفخر والفرح بنفس الوقت أن المهرجان بدأ يوصل لرسالة عالمية ربما هو هذا أبسط مشروع ممكن تقدم الدولة للمخرجين وصلنا على أفلام لكن بما أن السياسيين مجغولين في تقسيمهم في حصصهم في مشاركتهم بغنائم العراق للأسف لن نقف مكتوفي الأيدي لا بد لنا من وقفة حقيقية الأفلام القصيرة المشاركة لمخرجين من 15 دولة عربية وأجنبية يتنافسون على جائزة المهرجان الذي شهد حضورا لممثلين عراقيين وعرب ومخرجين من دول مختلفة ما يوفر فرصة لتطوير قدرات المخرجين الشباب فضلا عن مشاهدة أفلام من ثقافات متنوعة بين المخرجين تلاقح الأفكار ورأية الأفلام الأجنبية ومقارنتها بالعراقية ممكن نكسب الخبرات بالنسبة للمخرجين العراقيين اللي قاعد أشوفها أنا من الأفلام العراقية سواء الغصيرة أو الطويلة وصلت للمهرجانات العالمية وقاعد تشارك فيها وتاخذ جوائز فيها من ناحية الأفكار من ناحية السيناريو من ناحية القصص من ناحية التصوير والأخراج والإبداع اللي قاعد يصير في الأفلام حضور كمي ونوعي شهده المهرجان الذي تقيمه مجموعة قنوات كربلاء مختصون أشادوا بالمهرجان بوصفه محاولة لإنعاش السينما العراقية التي لم تحظى بأي اهتمام من قبل الجهات الحكومية ووزارة الثقافة تحمل المسؤولية الأكبر في تبني ودعم النشاطات الفنية والثقافية والسينما هناك نهضة سينمائية يقودها قطع الخاص وتقودها مبادرات شابة من محافظات مختلفة نحن عزيزي بحة أصواتنا ونحن نطالب بدور واضح للثقافة سواء كان على مستوى الحكومة على مستوى الدولة أو على مستوى العنوان الأساسي اللي هو وزير الثقافة المهرجان يتعامل مع السينما على أنها رسالة إنسانية وظيفتها صناعة حياة يأيش فيها الناس بكرامة وسعدة أما الجوائز للفائزين الثلاثة فهي عبارة عن سبيكة ذهبية على شكل شعار المهرجان من كربلاء ميثم الجناحي الحرة